السلام عليكم قآني سنحطم الجدار الذي يحيط بإسرائيل لم تكن مشاركا في القناة في الشارك وإذا كنت من المشاركين لا تسأل إعجاب بهذا الفيديو قال قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني العامل إسماعيل قآني إن الكيان الإسرائيلي يحيط يوم نفسه بجدار لكن عليه أن يثق بأننا سندمر حتى ذلك الجدار وفي كلمة له بمناسبة ذكرى شهداء خيبر اعتبر أن الولايات المتحدة أتبثت للعالم بإغتيال القائد قازم سليماني أنها مجرمة مشددا على أن صوت تكسير عظام الأمريكيين سوف يسمع في الوقت المناسب وأشار العميد قآني إلى أن قوات المقاومة تصد حول العالم اليوم بأيد خاوية للمستكبرين المدججين بالسلاح معتبرا أن المقاومة الفلسطينية واليمنية تصنعان اليوم الصواريخ بأيد خاوية وأضف المقاتلون اليمنيون أدهلوا العالم بشنهم ثماني عمليات ناجحة خلال أقل من عشرة أيام مستهدفين مواقع النظام السعودي في الأخير إذا كنتم من المهتم بالنوعين من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لذلك توصلوا بالجديد وشكرا